ذكر الدكتور عبد الكريم بكار في موقعه أن رجلاً كان مسافراً بأسرته في رحلة وإذا بعطل مفاجئ يحدث في سيارته وهم بالصحراء وقد حاول تشغيلها لكن دون جدوى وجلس الرجل حائراً في أمره ولم يمضي وقت طويل حتى أوقف شاب سيارته ثم نزل منها ومشى حتى وصل لسيارة الأسرة وبعد أن ألقى التحية وعرف بالعطل الذي أصاب السيارة حاول مرة أخرى في تشغيلها ولم يستطع فقال للرجل هذه سيارتي أكمل سفرك فيها مع أسرتك وأنا أجلس هنا عند سيارتك حتى ترسل لي شاحنة نحمل عليها سيارتك قال الرجل هذا غير معقول لأنك بذلك ستجلس هنا قرابة عشر ساعات قال الشاب لا بأس أنا شخص وأنتم عائلة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معصر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن سترى مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وأخذ الرجل سيارة الشاب ورقم هاتفه ومضى وفي صباح اليوم التالي وضع سيارته في ورشة الإصلاح وأعاد السيارة الأخرى إلى صاحبها ومرت الأيام وتذكر صاحب السيارة المعطوبة المعروفة الذي صنعه معه الشاب فاتصل عليه ليسأل عنه فقالت له زوجته هو في السجن وذكرت له اسم السجن وفاهم منها أنه سجن بسبب الديون التي عليه فتذكر الرجل المعروف الذي صنعه معه هذا الشاب وتذكر أيضا حديث الرسول الكريم عن جزاء معروف فأخذ في اليوم التالي معه مئة ألف ريال وذهب إلى السجن وأعطاها لضابط السجن وقال له هذه لقضاء ديون فلان وإخراجه من عندكم قال الضابط من أنت؟ قال له لا داعي لأن أذكر لك اسمي ومضى بعد عشرين يوما اتصل ببيت صاحبه ليطمئن عليه فقالت له زوجته ما زال في السجن فما كان منه إلا أن سارع إلى السجن مرة أخرى وسأل الضابط عن سبب عدم إطلاق صراح صاحبه فقال الدين الذي عليه نصف مليون ريال وليس مئة ألف ثم أضاف قائلا أنا حائر في أمري ممن أتعجب هل أتعجب منك حين جئت بمئة ألف ريال دون أن تذكر اسمك؟ أو أتعجب من صاحبك السجين حين قال لي المئة ألف لن تصنع لي شيئا فأرجو أن تطلق بها سراح بعض زملاء المسجونين ممن عليه خمسة آلاف وعشرة آلاف وقد أطلقت بها فعلا إثني عشر مسجونا فابتسم الرجل وقال للضابط خير إن شاء الله وغاب قرابة شهر ثم عاد وقد جمع المبلغ المطلوب من مدخراته ومن بعض المحسنين وأطلق بها سراح الشاب صاحب المروءة وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون